السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء رجعنا لكم بالحصة الثالثة في تأسيس مادة تلفزياء الله يعطيكم العافية بس أتمنى منكم تكونوا درستوا الحصة الأولى والحصة الثانية الأسس وكيف تقدروا تتعاملوا مع الأسس لأنه اليوم بدنا ناخد عمليات حسابية عن الأسس يعني لازم ما نطلع مباشرة لحصة متقدمة نمشي خطوة بخطوة حتى نقدر نتعامل مع كل شي بكل رياحية إذا بتتذكروا في الحصتين الماضيات كنا نحكي عن الأسس لما تكون أسس موجبة أو أسس سالبة للأساس 10 لأنه أنا اللي بهمني هو للأساس 10 فلما كان عندي أسس موجبة مثلا 20.4 ضرب 10 قوة 2 هاي كان تحكي لي يا أستاذ يعني زيد لي خانتين صحيحات إضافيات أو حرك الفاصلة مرتين لليمين حرك الفاصلة مرتين لليمين فكان هذا الكلام يعطيني 2 صفر حرك الفاصلة أول مرة بتصير أربعة حرك الفاصلة كمان مرة شو بتصير؟ صفر لأنه مكان الفاصل الثاني أو مكان الخانة الثانية فاضي فشو بحط؟ صفر إذن هذا الكلام لما يكون الأسس موجبة كأني بحكي لك حرك الفاصلة العشرية إلى اليمين لما كان الأسس سالبة اللي نفترض كان عندي 2 صفر فاصلة أربعة ضرب 10 قوة سالبة 2 كأني بحكي لك زيد الخانات العشرية أو حرك لي الفاصلة باتجاه اليسار تحكي لي بحركها أول مرة وثاني مرة فصارت الفاصلة هون صار عندي صفر فاصلة 2 صفر أربعة إذن هاي الطريقة اللي احنا تعلمناها بالتعامل مع الأسس أو الفواصل العشرية أو كيف نحرك الفاصل العشرية ونبدلها على شكل أسس طيب شو بنا ناخد اليوم يا أستاذ؟ أستاذ الكريم هاي الصيغة هي صيغة رقمية ممكن يكون هاي الصيغة جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة لا رقم من نفس الصيغة أو مختلف في الصيغة فلازم أكون قادر أتعامل معهم حسابيا يعني العمليات الحسابية على الأسس دائما لما كنا صغار أول عملية كانوا يعلمون إياها الجمع بعدين الطرح بعدين الضرب بعدين القسم وهذه الأمور سهلة ولكن كيف أتعامل معهم بالأسس؟ عادة لو إجينا حكينا خمسة في عشرة قوة 2 زائد ستة في عشرة قوة 2 بس نرجع شوي لمفهوم في الرياضيات اللي هو مفهوم العامل المشترك شو يعني عامل المشترك؟ لما نيجي نحكي إنه أنا عندي حد وحد آخر وقبل ما نكمل بيجي طالب بيحكي ليه أستاذ شو يعني حد في الرياضيات؟ الحد هو الرقم أو الأرقام اللي بينها أي عملية إلا جمع أو طرح يعني لو كان عندي ناخد هون شوي صغيرة بس ننتبه عليها خمسة ضرب ستة هاي حد واحد هاي لأنها تساوي ثلاثين مباشرة خمسة زائد ستة هاي حدين الحد الأول خمسة الحد الثاني ستة فلو يجينا اطلعنا على هاي كم حد عندي عندي حدين الحد الأول اللي هو خمسة ضرب عشرة قوة اثنين زائد حد ثاني ستة ضرب عشرة قوة اثنين بهاي الصيقة طيب نرجع مرة ثانية للعامل المشترك في العامل المشترك كان يحكي لي إذا كان عندي حدين فيهم إشي متشابه طلعوا برة يعني عندي خمسة ضرب عشرة قوة اثنين زائد ستة ضرب عشرة قوة اثنين العشرة قوة 2 اللي أمامكم شو أعمل فيها هاي بسحبها لوين باخدهم اتنتين وبطلحهم بره شو بصير عندي 5 زائد 6 سكر قوس بينهم ضرب 10 قوة 2 هيك أنا قدرت أحسبها يعني صار الجواب 5 زائد 6 11 ضرب 10 قوة 2 هو إجابة السؤال 5 ضرب 10 قوة 2 زائد 6 ضرب 10 قوة 2 يعني لما يكون عندي حدين في لهم أسس المتشابهات بطلعهم بره بيظل عندي عملية حسبة صغيرة إحنا بنعرف نعملها كمان واحدة يعني لو أخدنا سؤال ثاني السؤال بحكيلي 2.4 ضرب 10 قوة 6 ناقص 3 ضرب 10 قوة 6 شو ما رح معمل في متشابهات تحكيلي يا الله يا أستاذ في متشابهات في الحد الأول وهي حد ثاني المتشابه هون موجود هون بقدر أخدهم الاثنين لوين لبرة شو بصير عندي 2.4 ناقص 3 سكر أقواسك في 10 قوة 6 تمام 2.4 ناقص 3 دائماً يحكي في هاي العملية اطرحهم وخد إشارة الأكبر بيطلع معي إشارة الأكبر سالب 0.6 في 10 قوة 6 تمام طب لو كان الأسس سالبة بيختلف إش يا أستاذ ما بيختلف أي شيء ناخد مثال كمان صغير عليها لو كان الأسس سالبة بيكون التالي 7 فاصلة 1 ضرب 10 قوة سالب 20 زائد ثلاث ضرب 10 قوة سالب 20 شو منعمل؟ منشوف المشترك ومنسحبه عندي هاد وهاد مشترك خد ليه دول اثنين لبرة وحصر عندي 7.1 زائد 3 سكر أقواسك في 10 قوة سالب 20 7.1 زائد 3 صرع 10 فاصلة 1 في 10 قوة سالب 20 وهو الجواب إذن في الجمع أو في الطرح مباشرة شو رح بعمل؟ باخد العامل المشترك بطلع برة وصر عندي عملية جمع أو طرح صغيرة طيب في عندي فخ ممكن يخربط لي الأمور الفخ بيحكي لي إذا كان عندي الأسس مش متشابهة يعني أنا ما بقدر أاخدها عامل مشترك شو أعمل؟ الأمر بحاجة عودة للي أخذناه في الحساس الماضي يعني لو كانت عندي 2 فاصلة 4 ضرب 10 قوة سالب 5 زائد 1 ضرب 10 قوة سالب 4 إذا بتنتبهوا عليها الآن الأسس الموجود أمامنا ما بقدر أاخدها على شكل عامل مشترك طيب شو أعمل في الحالة هاي؟ في الحالة هاي بكل بساطة بروح بتلاعب بالرقم زي ما تعلمنا في الحساس الماضي يعني بحرك فواصل وبحولها على شكل أسس إذا بتتذكروا تركت لكم كم من سؤال جربوا فيها لحالكم حتى تتدربوا لأنني رح أحتاجها أثناء الحل يعني في الحالة هاي يا بحول هاي بخليها 10 قوة سالب 4 يا أما أو بدي أحول هاي بخليها 10 قوة سالب 5 والموضوع بعود لكم يعني أستاذ أخلي هاي 10 قوة سالب 4 ولا أخلي هاي 10 قوة سالب 5 هذا الموضوع بعود إلك خلينا نجرب بحيث أنه نحول هاي ل 10 قوة سالب 4 كمان مرة نكرر السؤال عشان ما نقربط فيهم السؤال بحكي لي 2.4 ضرب 10 قوة سالب 5 زائد 1 في 10 قوة سالب 4 وحكينا هذا اللي فوق احنا ما عد بدناها لانه هيا بنكرره مرة ثانية طيب استاذ كيف نعمل هذا الشي كيف نعمل هذا الشي طلعوا علي لما بدي احول هاي الى 10 قوة سالب 4 يعني كاني بدي اجمع واحد يعني بدي ازيد الاسس واحد شو لازم اعمل بالرقم تحكي لي استاذ لما بدي اجمع واحد للاسس بدي ازغر الرقم اذا بدي اتذكر القاعدة اذا زدت الاسس مرة بزغر الرقم رقم خانة واذا زغرت الاسس مرة بزيد الرقم خانة هاي قاعدة اساسية اخدناها لحصة الماضية فشو رح يصير عندي الان اللي رح يصير عندي الان التالي زدت هاي واحد الفاصلة هاي بدي ازيحها حتى يصغر الرقم يصير هون اذا رح يصير السؤال صفر فاصلة اتنين اربعة في عشرة قوة سالب اربعة زائد واحد في عشرة قوة سالب اربعة ممتاز شو بعمل الان في عامل مشترك تحكي لي نعم استاذ صار عندي عامل مشترك اسحب لي اياهم الاثنين لبرة برجع السؤال صفر فاصلة اتنين اربعة زائد واحد اقواسك ضرب عشرة قوة سالب اربعة اذا الجواب كله كامل ويساوي واحد فاصلة اربعة وعشرين في عشرة قوة سالب اربعة اذا كمان مرة نفكر في الموضوع كمان مرة اذا كانت الاسس جاهزة ومتشابهة بسحبها برة بسحبها مباشرة برة كعامل مشترك وبجمع الارقام او بطرحها وبرجع الاسس اذا كانت مش متشابهة بدي اتلعب بيجي طالب بيحكي لي استاذ طب افرض اني انا بدي اغير هاي مش هاي هل رح يطلع معي نفس الجواب بحكي لك احفظ لي هذا الجواب على الجنب شوف رح يطلع معي نفس الجواب ولا لا خلينا نمسح كل شيء كان معنا اول مرة لما حولنا لعشرة قوة سالب خمسة لعشرة قوة سالب اربعة شو طلع معي طلع معي هذا الجواب طيب استاذ لو كان عندي اتنين فاصلة اربعة في عشرة قوة سالب خمسة زائد واحد في عشرة قوة سالب اربعة هل رح يطلع نفس الجواب ولا لا على فرض انه على فرض انه غيرنا هاي هاي بدي اعملها سالب خمسة يعني لازم احولها لا ايش لا عشرة قوة سالب خمسة استاذ كيف تتحول لعشرة قوة سالب خمسة بكل بساطة بتحكي لي بدي اطرح واحد لما اطرح واحد لازم شو اعمل هون ازيد خانة يعني كانت واحد شو بزيد خانة شو بتصير عشرة فبكل بساطة صارت عندي اتنين فاصلة اربعة في عشرة قوة سالب خمسة زائد زدنا خانة على هاي صارت عشرة في عشرة قوة سالب خمسة تمام الان في عوامل مشتركة هاي واحد وهاي اتنين اسحبونا ياهم لبرة شو رح يصير رح يصير عندي الان اتنين فاصلة اربعة زائد عشرة سكروا اقواسكم كلها في عشرة قوة سالب خمسة تمام تمام عشرة زائد اتنين فاصلة اربعة اثناش فاصلة اربعة في عشرة قوة سالب خمسة رح يجي احد الطلاب يحكي لي استاذ يعني معقول طلعوا الجوابين مختلفين لا يا صديقي هدول مت جوابين مختلفين هدول جوابين متشابهين تماما بس لاحظ معي احدهما قوة سالب خمسة والثاني قوة سالب اربعة يعني لو بدي اخليهم متشابهات في الشكل رح يرجعوا زي بعض يعني هاي لو بدي اخليها بسالب خمسة بدي اطرح واحد وبدأ ازيد واحد بصير اتناش فاصلة اربعة بترجع زي هاي وهي لو بدي اخليها السالب اربعة بدي اجمع واحد وازغر فاصلة بتصير واحد فاصلة اربعة وشرين بترجع زي هاي فهذا الجواب صحيح وهذا الجواب ايضا صحيح اذا في الجمع والطرح انا ما عندي اي مشاكل خلينا نشوف بس هيك بشكل سريع عشان كمان تقدروا تأخدوا سكرينشوت منها الان الموضوع هو التالي في جمع وطرح الاسس الشرط اللي لازم يكون عندي انه الاسس والاساس متشابهين تذكروا لما حكينا اذا كانوا مش متشابهين لازم اعمل عملية حتى يصولوا متشابهات لازم احقق الشرط ونأخذهم عامل مشترك وهاي الكلمة اللي بتهمي المثال هو واضح امامكم المثال شو بيحكيلي المثال بيحكيلي التالي اتنين ضرب عشرة قوة سالبة اتنين زائد هاي بينهم اشارة جمعي يعني حد وحد سبعة في عشرة قوة سالبة اتنين شو بعمل عشرة قوة سالبة الاتنين من هون وعشرة قوة سالبة اتنين من هون باخدهم عامل مشترك هيني طلعناهم برا شو بيضل عندي يبقى عندي اتنين زائد سبعة هاي هون اذن بتصير عندي هدول اتنتين تسعة وعشرة قوة سالبة اتنين بترجع كما مرة تطلع برا اذن الموضوع جدا بسيط اذا كانوا متشابهات باخدهم عامل مشترك وباجمعه وباطرح بشكل يعني طيب الان اذا اختلفت قيمة الاس مشكلة شو بعمل نغير من شكل الارقام لتصبح الاسس متشابهة تمام والقاعدة اذا انقصنا قيمة الاسس بمقدار واحد يزيد المعامل بمقدار خانت اذا انقصنا الاسس بمقدار واحد يزيد المعامل بمقدار خانت طب بيجي واحد بحكي لي استاذ كيف هذا الكلام طلعوا علي عندي في السؤال اللي امامنا ثلاثة ملي متر ناقص ثمانية مايكرو متر شو عمل في الحالة هاي ثلاثة ملي متر ناقص ثمانية مايكرو متر اول شي صفر فاصلة صفر ثلاثة ملي متر هاي الملي تتحول لضرب عشرة قوة سالب ثلاثة وهاي المايكرو تتحول لضرب عشرة قوة سالب ستة اذا شو رح يصير عندي صفر فاصلة صفر ثلاث في عشرة قوة سالب ثلاثة متر ناقص ثمانية ضرب عشرة قوة سالب ستة متر ممتاز استاذ شو عمل الان الان هاي الاسس غير متشابهة لازم اروح احول واحدة منهم بحيث تصير متشابهة بيجي واحد بحكي لي استاذ خلينا نظغر هاي من عشرة قوة سالب ثلاثة تصير عشرة قوة سالب ستة يعني بدي اظغرها كم مرة يا استاذ من سالب ثلاثة لسالب ستة بتحكي لي اظغر لي اياها ثلاث مرات من عشرة قوة سالب ثلاث لعشرة قوة سالب ستة بدأ اظغرها ثلاث مرات طب شو اعمل بالرقم اللي جنبها زيد وثلاث خانات يعني هاي شو راح تصير زيد اول خانة ثاني خانة ثالث خانة فاضي يحط الي محلها صفر فشو بصير الجواب ثلاث ين في عشرة قوة سالب ستة اذا هذا الكلام كاملا هو التالي عبارة عن ثلاث ين في عشرة قوة سالب ستة ناقص بنزل زمهي ثمانية في عشرة قوة سالب ستة ممتاز ثلاثين ناقص ثمانية اتنين عشرين في عشرة قوة سالب تمام إذن كمان مرة نعيد السؤال بعد منحل عندي 0.03 ملي متر ناقص 8 مايكرو متر قبل ما أشتغل بدي أروح أبدل البادئات البادئات اللي عندي هون ملي 10 قوة سالب 3 مايكرو 10 قوة سالب 6 الآن لما صاروا عندي بالصيغة هاي مش متشابهات بروح بعدل واحد منهم بحيث يصيروا متشابهات اقترحت على نفسي وانت حر بتقدر تعمل لي بالدكية يا بتغير هاي يا بتغير هاي اقترحت على نفسي وقررت اني أبدل هاي من 10 قوة سالب 3 ل10 قوة سالب 6 فزغرت الأسس ثلاث مرات زدت الرقم ثلاث خانات صارت 30 ضرب 10 قوة سالب 6 ناقص 8 في 10 قوة سالب 6 كما جرت العادة أخذنا هدول الثنتين عام المشترك هين طلعناهم هاي هم هون وصارت عندي 30 ناقص 8 22 إذن يا جماعة الخير الموضوع جدا جدا سهل الموضوع جدا جدا سهل طيب بيجي واحد بحكي ليستاذ لو كنت بدي أضرب أو أقسم الأسس شو أعمل لو بدنا نضرب أو نقسم الأسس يعني بدنا أرقاب فيهم أسس نضربهم ونقسمهم هون الموضوع جدا سهل بتحفظ القاعدة وبتمشي عليها في حالة عندي 20 ضرب 10 هو سالب 8 ضرب 5 في 10 هو سالب 6 بحكي لك القاعدة اللي بتقول لما تشوف إشارة ضرب بين قيمتين فيهم أسس في حالة الضرب شو ما يعمل اتجمع الأسس جمعت الأسس وأضرب الأرقام اللي هم المعاملات المعاملات أنا أقصد فيها الأرقام الجنب الأسس بشكل عادي جدا يعني في حالة الضرب لما أشوف الأسس بأجمع الأسس وأطلحهم برا والأرقام بضربهم ضرب عادي كيف يعني يا أستاذ انتبهوا لي على هذا السؤال أو المثال نكمل فيه 20 ضرب 10 قوة سالب 8 ضرب 5 ضرب 10 قوة سالب 6 الأرقام شو حكينا بنعمل فيهم بضربهم ضرب عادي 20 ضرب 500 هاي 100 10 قوة سالب 8 ضرب 10 قوة سالب 6 شو بأعمل فيها الآن الأسس في حالة الضرب تجمع فبصير عندي ضرب 10 قوة انتبهوا معي سالب 8 زائد سالب 6 أنا شو عملت جماعة الأسس جماعة الأسس مع بعض شو صار الجواب الآن 100 ضرب سالب 8 زائد سالب 6 بتطلع معي سالب 14 إذن 10 قوة سالب 14 هاي هي العملية اللي خلتني أعرف أضرب القيمتين اللي أمامي تمام هاي تقدروا تاخدوها السكرينشوت بحيث هنا تكون واضحة أمامكم إنه إشارة الضرب بين 2 أسس بجمع الأسس وبضرب الأرقام ضرب عادي تماماً طيب إذا كان عندي يا أستاذ قسمه وليس ضرب شو أعمل؟ شو أعمل؟ يعني التالي لنفترض عندي 18 ضرب 10 قوة سالب 4 على 9 ضرب 10 قوة سالب 2 شو أعمل يا أستاذ في الحالة هاي؟ بحكي إليك عندي طريقتين للحل الطريقة الأولى إما الأسس في حالة القسمة تطرح يعني لما أشوف عندي قسمة بحكي الأسس في حالة القسمة تطرح وإقسم المعاملات أو الأرقام فين قوسين المعاملات بشكل عادي جداً أو في طريقة ثانية خلينا نجرب على هاي أول بعدين منحل الطريقة الثانية شو بنعمل الآن؟ 18 تقسيم 9 بتحكي إلي 2 ضرب هاي قسمة هاي شو بعمل؟ بطرح الأسس ضرب 10 قوة سالب 4 ناقص سالب 2 ممتاز طيب سالب وراها سالب شو بتحول؟ موجب صير سالب 4 زائد 2 ويساوي 2 في 10 قوة سالب 2 2 ليش؟ سالب 2 زائد 2 سالب 2 إذن راح يصير عندي بهاي الصيغة طيب أستاذ أنت قلت لي في طريقة ثانية الطريقة الثانية يا جماعة هي هي كما يلي الطريقة الثانية كما يأتي الآن السؤال كان 18 في 10 قوة قوة سالب 4 على 9 في 10 قوة سالب 2 كيف بقدر أتعامل مع هذا السؤال بالطريقة الثانية؟ بالطريقة الثانية بتحكيه للتالي ارفع لي هاي لفوق وغير إشارة الأسس يعني 18 تقسيم 9 هايها 2 ضرب لما تطلع هاي للأعلى شو بتصير؟ 10 قوة سالب 4 ضرب 10 قوة أثناء رفعها من المقام إلى البسط بغير إشارة الأسس فهي شو بتصير؟ موجب 2 نرجع للفكرة اللي أخدناها قبل صر 2 في الأسس في حالة الضرب تجمع اجمعوا لي سالب 4 مع الاتنين بتحكي لي بتصير 10 قوة سالب 2 لاحظوا وطلع الجواب نفسه ولا لا؟ طلع نفس الإجابة إذن ناخد مثال ثاني بحكي لي المثال الثاني خلينا ناخد ندمج ما بين الضرب والقسمة ندمج ما بين الضرب والقسمة 6 ضرب 10 قوة سالب 5 ضرب 7 ضرب 10 قوة سالب ما بدنا سالب خلينا نحط ثلاث موجب على 14 في 10 قوة 8 كم بيطلب معي يا أستاذ في الحالة هاي؟ أول قاعدة بتحكي لي الأرقام إذا بتقدر تشتغلهم مع بعض بيكون أفضل بتحكي لي جمع لي الأرقام على جنب صار عندي 6 ضرب 7 على 14 هاي الأرقام 6 و 7 و 14 اللي هي المعاملات جمعناهم يا أستاذ شو أعمل الآن؟ ضرب جمع لي الأسس على الجنب 10 قوة سالب 5 ضرب 10 قوة 3 على 10 قوة 8 ممتاز شو أعمل الآن؟ الآن إذا بتقدر تشتغل وفيه اختصارات عندي أموري تمام الأربعة عشر سبعة فيها اتنين على سبعة هاي بتروح والستة مع الاتنين ستة تقسيم اتنين بتعطيني ثلاث إذن الجواب قديش؟ ثلاث في هدول ثلاث ضرب الأسس في حالة الضرب تجمع وحكينا هاي بحملها بطلحة فوق شو بتصير؟ ضرب 10 قوة سالب 8 ليش سالب؟ لأنها هون موجب لما تطلع شو بتصير؟ سالب في حالها يوصل عندي عشرة قوة سالب خمسة زائد ثلاث زائد سالب ثمانية ممتاز شو أعمل الآن؟ ثلاثة بتنزل ضرب سالب خمسة زائد ثلاث سالب اتنين سالب اتنين زائد سالب ثمانية عشرة قوة سالب عشرة وهو الموجود لاحظوا معي ملاحظة الرقم المخيف اللي كان فوق طلع رقم سخيف هاي تحت إذن جمعوا طرح الأسس وضربوا قسمة الأسس معلومات سهلة اللي بهمني إنه في الجمع والطرح يكون كل شي متشابه الأرقام ما بتهمني أو المعاملات ما بتعنيني أنا ما يعنيني هو أنه يكون الأسس متشابهة عشان أخدهم عامل مشترك في الضرب والقسمة مش مهم يكونوا متشابهات ليش؟ لأننا رح أجمعهم وأطرحهم تعالوا نشوف الآن بشكل أوضح هون ضرب وقسمة الأسس تمام؟ الشرط شو الشرط يا أستاذ؟ الشرط الأساس متشابه يعني إحنا بالنسبة إلينا دائما الأساس متشابه للأساس عشرة هاي الأساس متشابه الأساس متشابه تمام؟ اتفقنا اتفاق الأرقام بجمعهم وبطرحهم لحالهم الأسس بشتغل عليهم وبضربهم وبقسمهم لحالهم والأسس بشتغل عليهم فلو عندي معاملات أو أرقام زي الخمستاشة اللي هون ضرب الثلاثة اللي هون هيطلع عليهم الآن الأسس في حالة الضرب هذول شو أعمل فيهم؟ تجمع وصار عندي تمانية زائد سالب أربعطاش كل القصة بتصير عندي سالب ستة خمسة وأربعين في عشرة قوة سالب ستة تمام؟ ناخد كمان مثال ناخد كمان مثال المثال الثاني بيحكي لي صفر فاصلة ستة كيلو متر كيلو متر كيلو يتذكروا الكيلو شو بنعمل فيهم؟ ضرب اثنين سانتي متر أوف كمان اثنين سانتي أول قاعدة بتحكي لي الكيلو أستاذ هاي أنا ما بحتاجها هاي بحولها ضرب عشرة قوة ثلاث الصانتي هاي ما بحتاجها بحولها ضرب عشرة قوة سالب اثنين فهذا بتطلع وصار عندي صفر فاصلة ستة ضرب عشرة قوة ثلاث أغلب الطلاب بيسألني فجأة بيقولوا أستاذ انت كنت تحلي بسرعة أو أنا صرحت من وين طلعت لي هاي من وين جبتها بحكي له ارجع لمفهوم البادئات كيلو متر الكيلو هي عشرة قوة ثلاث عفوا عشرة قوة ثلاث فبخليها عشرة قوة ثلاث الصانتي متر عشرة قوة سالب اثنين بحولتها لعشرة قوة سالب اثنين وكما جرت العادي اضرب أرقامك واجمع الأسس اذا شو رح يصير عندي صفر فاصل ستة ضرب اثنين هاي هم ضرب ثلاث زائد سالب اثنين بهاي الطريقة اذا ثلاث زائد سالب اثنين انت شايفني ونحطها ناقص ليش لانه موجب وراها سالب شو رح يطلع لي سالب اذا رح يصير عندي واحد فاصل اثنين في عشرة قوة واحد لانه ثلاث ناقص اثنين واحد ممتاز واحد فاصل اثنين في عشرة قوة واحد هي اثناشر متر موضوع جدا حلو جدا سهل طيب انتبهوا لي على عملية القسم اللي امامكم تحكي لي خمسة ضرب عشرة قوة سالب تسعة ضرب ثمانية في عشرة قوة اثنين على أربعة في عشرة قوة سالب ثلاث كما جرت العادي الارقام الخمسة والتمانية والاربعة بيشرفوا بطلعوا لح حالهم وبشتغل عليهم لح حالهم الاربعة على اربعة واحد والتمانية على اربعة اثنين خمسة في اثنين عشرة هي هالعشرة طلعت في الجواب شو بعمل بالأسس يلا الأسس بحكي التالي عشرة قوة سالب تسعة ضرب عشرة قوة اثنين ضرب عشرة قوة سالب ثلاث حكينا هاي منرفعها فوق شو بتصير عشرة قوة موجب ثلاث لانه اذا رفعناها تتحول من سالب الى موجب عشرة قوة سالب تسعة زائد اثنين تحكي لي سالب سبعة زائد ثلاث سالب اربعة اذا هذا هو الجواب عشرة في عشرة قوة سالب اربعة الموضوع جدا سهل طيب استاذ افرض انه انا عندي اسس فوق اسس يعني عشرة تربيع كلها قوة خمسة اسس الاسس اسس الاسس صديقي اسس الاسس يعني عشرة قوة اثنين كلها تكعيب شو اعمل فيها في الحالة هاي هاي لو جينا فكيناها رح نلاقيها هي عبارة عن عشرة تربيع ضرب عشرة تربيع ضرب عشرة تربيع صح بتحكي لي مية بالمية شو يعني هذا الكلام بتحكي لي هذا الكلام يعني في حالة الضرب اجمع للأسس عشرة قوة ستة ممتاز خلينا ناخد واحدة ثاني عشرة قوة سالب اربعة لكل تربيع شو يعني هذا الكلام بتحكي لي هذا يعني عشرة قوة سالب اربعة ضرب عشرة قوة سالب اربعة وتساوي العسس في حالة الضرب تجمع فبصير عندي عشرة قوة سالب اربعة زائد سالب اربعة سالب تمانية لاحظ انه قاعدة بتتبلور امامنا طريقة للتعامل معها ناخد كمان مثال حتى نعرف الطريقة تماما عشرة قوة سالب ستة كلها تكعيب كلها تكعيب عشرة قوة سالب ستة الكل تكعيب شو بتحكي لي في الحالة هاي هاي عبارة عن عشرة قوة سالب ستة في عشرة قوة سالب ستة في عشرة قوة سالب ستة وتساوي كم الأسس في حالة الضرب تجمع اجمع سالب 6 وسالب 6 سالب 12 سالب 12 سالب 6 10 قوة سالب 18 طيب ومتاز خلينا ننتبه هاي وهاي وهاي الإجابة لو اتطلعنا 2 ضرب 3 تحكي لهيهم 6 ممتاز سالب 4 ضرب 2 تحكي لهيهم سالب 8 سالب 6 ضرب 3 تحكي لهيهم سالب 18 ووه سهلة طب ليش اشتغل هيك تحكي لي بكل بساطة أسس الأسس تضرب وضربها ضرب عادي يعني 10 قوة 2 كلها قوة 3 2 ضرب 3 هايها 10 قوة 6 10 قوة سالب 4 كلها قوة 2 سالب 4 في 2 هايها سالب 80 10 قوة سالب 6 كلها التكعيب اضربهم في بعض يعطيني 10 قوة سالب 18 وهذا موضوع لطيف إذن أسس الأسس أسس الأسس شمالها الشرط أن أسس الأسس تضرب ضرب ليها أينما وجدت أسس أسس فوق أس قوة فوقها قوة مباشرة شو بتعمل فيها تضربها ناخد المثال الآن لأمامنا ناخد المثال لأمامنا 5 في 10 قوة سالب 4 تربيع ضرب 2 في 10 قوة سالب 2 تربيع لاحظة التربيع التربيع بديتوزع للطرفين بديتوزع لهاي ولهاي ليش لأنه التربيع صديقي المحترم جاي للكل فصار عندي 5 تربيع كم 25 10 قوة سالب 4 تربيع أسس أسس أضربهم في بعض شو بصير عندي 10 قوة سالب 8 ضرب هاي إنه ضرب نزلت 2 في 10 قوة سالب 2 تربيع التكعيب التكعيب بتوزع لأنه واضح أنه في قوس والتكعيب لمين للكل شو رح يصر عندي 2 تكعيب 8 10 قوة سالب 2 تكعيب أسس الأسس تضرب سالب 2 في 3 سالب 6 وصار السؤال حقه تعريفة عندي شو صار السؤال بكل بساطة صار السؤال 25 ضرب 8 حكينا الأرقام لحال ضرب 10 قوة سالب 8 ضرب 10 قوة سالب 6 تمام 10 قوة سالب 6 هون سالب 6 المفروض تمام 25 في 8 هيكون هميتين سالب 8 وسالب 6 سالب 14 هون في عندي خطاء لأنه من استعجال إذن ضرب 10 قوة سالب 14 إذن هذا هو الجواب 100% إذن تعالوا نشوف هون أسئلة تحكي عن نفس الموضوع اللي هي العمليات الحسابية كلياتها على الأسس إما بالجمع أو بالطرح أو بالضرب أو بالقسمة أو أسس الأسس بالمناسبة يا أستاذ بدك تدير بالك على شغلة ممكن الأسس ما تكون بهذا الشكل تكون على شكل جذر تكون على شكل جذر يعني لو حكيت لك جذر 10 قوة سالب 4 كيف طلحها هاي؟ هاي يا صديقي لا تنسى إنها هي نفسها 10 قوة سالب 4 كلها قوة نص برضو ضربها أسس الأسس تضرب صح؟ إذن رح يصير عندي 10 قوة سالب 4 في نص سالب 2 أنا بحكي للطلاب عادة إذا رأيت الجذر الأسس خد نصه يعني لو اشتغلنا هون الآن لو اشتغلنا هون بحكي لي جذر 10 قوة 10 كم يا أستاذ هاي؟ مباشرة 10 قوة 5 جذر الأربعة في 10 قوة سالب 6 جذر الأربعة من يعرفه 2 10 قوة سالب 6 10 قوة سالب 3 خد مباشرة نصها جذر 16 في 10 قوة سالب 40 مباشرة تحكي لي 16 جذرها 4 10 قوة سالب 40 خد نصها 10 قوة سالب 20 فالجذر يا جماعة دائماً خد نص الأسس للجذر التربيعي طبعاً للجذر التربيعي طبعاً نشوف شو عنا أسئلة بحكي في هذا الموضوع السؤال الأول بحكي لي جد ناتج عمليات الحسابية الآتية بتلاحظ الموضوع هيك كومليكيتد شوي معقد أول شي إذا بتطلع عندي حد وعندي كمان حد بس هذا الحد ماله تربيعي مربع فأول إشي نظف السؤال رتبه ضبطه على الصيغة اللي بنعرفها بعدين نحل هذا التربيع هو للكل على آلتك الحاسب مباشرة 2.6 تربيع ضرب أسس الأسس 10 قوة سالب 4 مش هيك حكينا؟ وإذا كنت حاب تعملها بالطريقة الآتية اللي هي 10 قوة سالب 2 برضو تربيع زائد 4 في 10 قوة سالب 3 صار الموضوع سهل صار الموضوع سهل الآن 2.6 تربيع برقم نحسبها على السريع 2 6 2 6 36 6 2 12 3 15 0 12 4 1 5 6 7 6 إذن بطلع معي 6.76 ضرب أسس الأسس شو بنعمل فيها؟ أسس الأسس تضرب تمام أسس الأسس تضرب إذن سالب 2 في 2 في 10 قوة سالب 4 زائد 4 في 10 قوة سالب 3 الآن بجمع جمع عادي حكينا فيه عمليات مشتركة متشابهة في الضرب لازم يكون عندي أسس متشابه هاي سالب 3 وهاي سالب 4 ما بيشتغلوا شو بروح بعمل بطرح من هاي واحد عشان تصير سالب 4 بطرح منها واحد عشان تصير سالب 4 وبجمع لهاي واحد شو بصير عندي؟ 6.76 6 في 10 قوة سالب 4 بطرح من هاي واحد بزيد للرقم اللي جنبه خاني بصير 40 في 10 قوة سالب 4 الآن كل جوابها الآن شو بصير؟ باخذ هدول عامل مشترك وبطلحهم برا 6 فاصل 7 6 زائد 40 بصير عندي 40 46 فاصل 76 ضرب 10 قوة سالب 4 إذن الموضوع بدك تكون شاطر سهل التعامل هذول الأشياء لما كنا نشوفهم في المدرسة شو روح نحكي للأستاذ أه أنت مش طبيعي حل ما إلك كيف بتحلهم؟ لأنه هو بيمشي بخطوات بس خطوات بعد فترة من كثر الاستهلاك والاستخدام والتدريب بتصير خطوات سريعة جدا صير أنت قادر أنك تتعامل معها زي ما أي أستاذ بتعامل مع الموضوع إذن هذا بالنسبة لي هو السؤال الأول راح أترك لكم بعض الأسئلة بس راح أعطيكم أفكار يعني خلينا نشوف الأفكار اللي ممكن تمر معنا الآن 36 في 10 قوة سالب 5 تقسيم 6 في 10 قوة سالب 2 تربيع أول إشي هاي شو أعمل فيها؟ بروح بربع 6 تربيع 36 10 قوة سالب 2 أسس الأسس تضرب بصير 10 قوة سالب 4 36 مع 36 بتروح بصير عندي 9 لحالها بتقعد كرقم سالب 5 وتحت سالب 4 وهون 10 برفع السالب 4 على فوق وبجمع إذن هذا بالنسبة لي لسؤال 2 ناخد كمان فكرة لسؤال آخر طبعا أستاذ أنا بحكي بسرعة لأنني بديك تدرب لحالك بس أنت بتقدر رضلك تعيد وتزيد بالفيديو أكثر من مرة الآن 5.4 ضرب 10 قوة سالب 21 زائد 2.4 ضرب 10 قوة 19 بتحكي لي هذا سؤال تقليدي جدا بس فيه مشكلة واحدة إنه هذول اثنين مش متشابهات بحكي لك حاضر اطرح لي من هاي اثنين هاي صارت 21 شو بتعملي بالرقم بتزيدو خانتين بتصير 420 لأنه بزيدو خانة أولى بصير 42 بزيدو خانة ثانية بصير 420 ضرب 10 قوة سالب 19 ناقص 2 سالب 21 أصبح السؤال محلول 5.4 ضرب 10 قوة سالب 21 باخد هذول عامل مشترك بصير عندي 5.4 زائد 420 رح يطلع معك الجواب 425.4 ضرب 10 قوة سالب 21 ممتاز كمان سؤال السؤال بحكي لي 100 ضرب 10 قوة سالب 2 تقسيم قسمة 4 في 10 قوة سالب 4 أول إشي التكعيب بتوزع لهاي ولهاي بصير عندي 4 تكعيب ضرب 10 قوة سالب 4 تكعيب 10 قوة سالب 4 تكعيب أسس الأسس تضرب فصار عندي بهاي الصيغة 100 ضرب 10 قوة سالب 2 على 4 تكعيب ضرب 10 قوة سالب 4 تكعيب الموضوع صار سهل ويمكن حله كمان سؤال نشوف كيف فكرته نشوف فكرة السؤال اللي بعده سؤال خمسة تماماً أوكي شو عنا أفكار إضافية في الحالة هاي عندي سالب 6 تربيعي يعني بتتوزع هاي على هاي وهاي على هاي وهون ما عندي أي شيء طيب في أقواس بس ما عندي أي شيء إضافي نعملو فرح يصير عندي سالب 6 تربيع 36 ضرب 10 10 قوة سالب 3 تكعيب 10 قوة سالب 6 ليش؟ لأنه أسس الأسس تضرب زائد 300 في 10 قوة سالب 9 نقع بنفس المشكلة ألا وهي إنه يا أستاذي الكريم هاي مش متشابهات كمان هاي ما راح أحكي لك شو راح تعمل اعملها لحالك وشوف شو راح تطلع معك طيب اللي بعدها تحكي لي هون عندي تكعيب بتوزع على هاي وعلى هاي ناقص عفوا في عندي قسمي أول ناقص 13 في 10 قوة سالب 15 هاي ما راح أحكي عنها إضافات لأنه هون في عندي أولويات عمليات حسابية راح نحكي عنها في وقت لاحق أولويات عمليات حسابية في الحالة هاي بدك تدير بالك أقسم أول يا أستاذ ولا أطرح أول يا أستاذ يعني أروح أحكي 2 تكعيب 8 ضرب 10 قوة سالب 4 تكعيب يعني بتصير عندي 2 عفوا 8 ضرب 10 قوة سالب 12 على 4 في 10 قوة 3 ناقص 13 في 10 قوة سالب 15 أستاذ أطرح أول ولا أقسم أول يعني أحكي 8 ناقص 13 ولا أحكي 8 على 4 بعدين أعمل ناقص 13 شوف شو راح تقدر تعمل فيها ولنا حديث في الأولويات العمليات الحسابية أرجو من الله أنه تكون الأمور واضحة وأرجو من الله أنكم تكونوا استوعبتوا كيف أتعامل مع الأسس الأسس هي إشي أساسي بس انتبهوا أحد الطالبات كانت تستخدم الآل الحاسبة للأسس ولكنها هي مش متمكنة من الآل الحاسبة الآل الحاسبة إذا نسيت قوس أو نسيت الجملة كتبتها بطريقة لأن الآل الحاسبة تكتب بشكل مستقيم أو كتبتها بطريقة الآل الحاسبة ما فهمتها رح يعطيك أرقام خطأ إجابات خاطئة يعني لو إجيت بالآل الحاسبة كتبت له 2 ضرب 10 قوة سالب 4 قوة 3 على 4 تقسيم ما هو رح يحط جنبها التقسيم 4 في 10 قوة 3 ناقص كذا الآل الحاسبة إذا ما حطت أقواس رح تفهم إنه التكعيب بس لا واحد منهم ورح تفهم إنه أنت لازم تعمل عملية الأولويات الحسابية بطريقة معينة لو كان الناقص جوه الكسر رح يختلف الموضوع لما يكون الناقص برا الكسر فديروا بالكم حاولوا إنه الأسس تشتغلوها إنه لحالكم بينما الأرقام تشتغلوها على الآله حاسبة وخلي عندك شوي جهد فيها يعني مش الموضوع صعب اللي والله أتركه خلص معي آله حاسبة دير وبالكم في موضوع الأسس لأنه موضوع حساس شوي الله أعطيكم العافية نسأل الله أنه تكونوا فهمتوا الموضوع وتمكنتوا منه عندكم أسئلة في الحصة الأولى وعندكم أسئلة في الحصة الثانية وعندكم أسئلة في الحصة الثالثة إذا درستوهم على التوالي بإذن الله رح تكونوا تمكنتوا من موضوع الأسس وما رح يروح عليكم أي علامة إنها علاقة في الأسس الله أعطيكم العافية ومنشوفكم في الحصة اللي بعدها